تحية طيبة مشاهدين وأهلا بكم إلى مجهز أخبار الآن ارتفع عدد ضحايا التفجير في العاصمة الأفغانية كابول إلى 80 قتيلا وأكثر من 350 جريح على الأقل في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من وزارة الثقافة والإعلام في الحي الدبلوماسي في العاصمة ولم تتبنى أي جهة الهجوم الذي يأتي بعيد بدء ما يسمى بهجوم الربيع الذي تشنه جماعة طالبان سنويا أعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية في العراق الفريق رأى الشاكر جودت أن تنظيم داعش خسر ما نسبته 80% من أفراده الانتحاريين أو ما يطلق عليهم بالانغماسيين وذكر الفريق جودة أن قواته استولت على عشرات العجلات المفخخة جاهزة التلغيم والتدريع وأن داعش يفتقد حاليا للانتحاريين أفاد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة بدأت إرسال الأسلحة لقوات سوريا الديمقراطية لمساعدتهم في تحرير مدينة الرقة من احتلال داعش وقال المسؤول أن إرسال الأسلحة بدأ أمس الثلاثاء بناء على تفويض من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي ستيورد جونز أن بلاده تستفيد من الخبرات السعودية في مواجهة الإرهاب مشيرا إلى أن قادة مجلس التعاون الخليجي سيجتمعون بعد عاما في واشنطن لمراجعة ما تم تحقيقه بشأن مكافحة الإرهاب وضف جونز أن مركز اعتدال الذي تم تأسيسه في العاصمة السعودية رياض هو المركز الأكبر لمواجهة الإرهاب قال مسؤول أمن الطيران الأمريكي أمس أنه لا يتم فرض حضر على حمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة على متن الطائرات القادمة من أوروبا والذي تم اقتراحه لمنع محاولة أفراد داعش من إدخال أي أجهزة إلكترونية مفخخة إلى الطائرات أوضح التقارير أمنية سلوفاكية ظهور برمجيات خبيثة في متجر بلاي ستور الخاص بمنصة أندرويد تتسبب في عطل النظام أو التحكم به بالكامل دون تعطيله وبين الباحثون وجود موجة كبيرة من البرمجيات الخبيثة حملت اسم جودي أصابت مجموعة من تطبيقات متجر بلاي ستور كشفت دراسة حديثة تأثير التدخين على الأجنة موضحة أن خليط المواد الكيميائية في السقائر ضر على نحو خاص بعملية تشكيل خلايا الكبد لديهم يتفاوت بين الأجنة الذكور والأجنة الإناث تاهل فريق الهلال السعودي لكرة القدم إلى دور الثمانية بدور أبطال آسيا لكرة القدم إثر فوزه على استقلال خزستان الإيراني بنتيجة هدفين لهدف يوم أمس في إياب دور الستة عشر من البطولة في المباراة التي أقيمت على استاد ثاني بن جاسم في نادي الغرفة نهاية المجز في أمان الله اشتركوا في القناة